السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اتمنىكم اخواتي الفيديو دليوم يلقاكم في احسن احوال وبصحة جيدة وكررحب بكم من جديد وان شاء الله الفيديو دياليوم تتيم مدية الفيديو السابق كيف وعدتكم الفيديو اللي قبل كلمسمن معمر وهد الفيديو هذا ان شاء الله غيكون مخمر يعني هد المخمر وهد كلمسمن معمر صوبناهم بنفس العجينة انتمنى حتى هد الفيديو ان الاعجاب ديالكم وتتبعوه معايا الى الاخير باش تتعرفوه على المراحل والطريقة ديال هد المخمر وباش يجي معاكم ناجح المياه في المياه وينتفخ لكم في الفران فرجة ممتعة ونبدو بالعجن هو الاول غنستعمل كمية منطقيق انا استعملت كمية شوية كبيرة على حسب المسمن مورق معمر ولمسمن هذا المخمر ضفت عليه الملحة معي يلقى كبيرة ديال الخميرة دل حبوب مفزقة عندي مع الماء دافي وشوية السكر حتى تفعلت وضفتها على باقي المكونات بالنسبة للخميرة ديال الحبوب ممكن تعاوضوها بالخميرة المعجونة وغادي نعجنو ان شاء الله بالماء دافي ضروري البنات اللي ما يكون دافي ما يكون شي بارد وكذلك ممكن تستعملوا كمية ديال دقيق كمية ناقصة انا استعملت كيلو ممكن تستعملوا يعني غير كمية صغيرة والخميرة استعملوا على حسب القياس اني اللي غي يخمر لكم هذيك الكيمية الدقيق والقوام ديال الحجينة يعني ابقوا تضيفوا الماء تدريجيا تدريجيا الحجينة ما تكون شي قاسحة ما تكون شي خفيفة تكون هي هذيك تكون راطبة ومن البداية البنات ما تقصحوا هاشي بيش تجيكم زوينة ودولكو ها كم زيان حيث هاد السرد هاد العجينة تكون مدلوه كم زيان مزيان باش هادو كنمسمن ولا اللي صاوبنا هاد العجينة يجي منطافخ ويجي زوين ويحشيش وهاد العجينة ممكن نعملوا بها خبيزات ممكن نعملوا بها باقيتات ممكن نعملوا بها بطبط يعني تصلح لنا لبزافت الاشياء من بعد ما دلكتها غا ندهنها بزويتة وغادي نغطيها باستولوفة نغطيها بوحد تب ونخليها تختامر حتي يضاعف لحجم ديالها من بعد ما اختملتها البنات غا ندهني ديال بزيت ونشكل العجين ديالي كويرات وكما كتشوفوا القوام ديالو يعني ماشي قاسح وهكا غا نشكل بيه كويرات القياس اللي بغينا انا كل مسمنا غا ندير فيها ربعها ديال الكويرات يعني كل ما بغيتوا المسمنا ديالكم تكون كبيرة غادي تكبروا الكويرات كل ما بغيتوا المسمنا ديالكم تكون صغيرة غا تصغروا هدوك الكويرات غادي نحاول نجبهم قاعدين وغادي نحطهم على جانب وغادي نغطيهم ونخليهم حتي ترتاح بش نشكلهم ان شاء الله هاد المخمر ان شاء الله غادي نورقه بالزبدة ندوبة مخلطها مع الزيت الرومية والسميدة مخلطة معها مع القادي الخميرة ديال الحلويات غادي نبدأ ان شاء الله هكا نورق واحد الكويرات طلقها مزيان نرقيقها حتي بلية سطح العمل وانا كنروش بدك سميدة وكندهن بهديك الزبدة والزيت كنطويل لولا وكنحطها على جانب الطي العادي هي البنات ديال المسمن كنطلق الكويرات التانية كنحط في وسطها هذيك الكويرات اللولا كنحطها على السدة ديالها وكنطوي عليها التانية كلها مسمنا في هاد المرحلة البنات غادي نديروا فيها جوج كويرات يعني مسمنا وسط مسمنا ونحطهم على جانب وان شاء الله عاد غا نكملوا المرحلة التانية وان شاء الله عاد غا نكملوا المرحلة التانية تقطع لكم العجينة مش مشكل وكيف قلت لكم في الفيديو السابق هاد العجينة هدي تطلق غير برؤس الأصابع باش ما تقطعش والعجينة تكون مرتاحة باش تطلق لكم بسهولة ودائما وإحنا كنتلقوا كنرشو هكا يدينا ندهنهم بالزيد وهديك الزبدة اللي عدنا مخلطين وكنرشو بالسميدة اللي عدنا مخلطة تاهية مع هديك الخمارة هديك الخمارة اللي بنات كتعطيهم واحد توريقات زوينين وكتجيبهم مرات طبينا يعني ما تخافوش منها يعني ما كتأثر ما كتأثر شي إلا ما بغيتوش يدعملوها راح ما كتأثر شي مع شي مشكل من بعد البنات ماكملت أربعات المسيمنات ديالي يعني كلها مسيمنات عاملة فيها جوش كويرات دبا غادي نطلق هكا واحد الكويرات الرقيقة وغادي نوضع فيها هديك المسيمنا اللي فوسطها ديرين مسيمنا وغادي نطوي كذلك عليها الجوانب علش هالبنات يعني تكدرت أربعة عاد غادي نطلق تانية يعني عاد غادي نطلق هاد المرحلة التانية اللي الكويرات الثالثة باش هديك المسيمنات ديال نامي كنديرو فيها جوش كتكون ارتاحت وماللي كنحطوها في الغسط ديال هاد الكويرات الثالثة كندغطو عليها شي شوية وكتكون مرتاحة يعني كل مرحلة عطينها الوقت اللي ارتاحت فيه وهاد المسيمنات راه السر ديالو في الراحة ديالو يعني في كل مرحلة دائما نرتحه باش كيت تطلق الناب سهولة مهم كيف كتشوفوني كنحط هديك المسيمنا وكنضغط عليها شوية بيدية وعاد كنجمع عليها هديك الكويرات الثالثة وفي كل مرحلة كندهن بالزبدة والزيت وكروش بسميدة غنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل هديك الجوج وندوزو ان شاء الله للمرحلة اللي غنوضعو فيها الكويرات الرابعة غادي نطلق الكويرات الرابعة كيف ديماج كنطلق بالزبدة والزيت ودبا رجينا كتطلق لي بسهولة اكتر لان ارتحت لي مزيان غادي نوضع هديك المسيمنا اللي درنا فيها ثلاثة كنضغط عليها شوية بيدية وكنجمع عليها هديك الكويرات الرابعة على شكل المسيمنا وكنوضعها البنات على السدة ديالها دائما السدة كل تحت وغنستمر ان شاء الله بنفس الطريقة كنطلق الكويرات الرابعة كنوضع هديك المسيمنا اللي تهي مرتاحة وهكا وكنجمع عليها وفي هاد المرحلة يعني ما كان رش سميدة اني كان نكتافي غير بالزبدة وصافي من بعد البنات كانوضع هكا في الصينية كانضغط عليهم شي شوية بيدية وبانوا لي يا البنات رغايل تسقو لي مع بعضهم يعني غادي نفرقهم وغادي نشعل عليهم الفرن غير من التحت فاقط وغادي نخليهم اي طيبو وهنا البنات جبتهم الفرن الفرن هنا ما زل شاعل عليهم يعني وهما كي طيبو انا مره مره كان شيتهم بشوية ديال السيد وهديك زبدة اللي كانت كانت لقب بهم وما شاء الله شوفوا كيفاش البنات كينتافخوا في الفرن كي يجيو ورائعين ودابا غاد نخليهم يزيدوا كملو الطياب ديالهم وعاد غا نحمرهم من لوجه ديالهم نتمنى البنات يكونوا باين اللي كم زيان في الصورة من بعد البنات ما طعبوا تحمروا كي يكون هدا شكيل ديالهم وغادي نقسم معكم وحيدة باش شوفوا ها كيفاش كتجي من داخل كي يجي البنات رائع اللي عزيز عليها العسل ممكن تدهنوا بالعسل وترشوا بالكوكو ولا باللوز كي يجي مزيون بزيف معاه ولا ترافقوا هكا وهد المخمرة البنات كي يعجب الأطفال بزيف ونتمنى كنت انتم مع ان الإعجاب ديالكم ونتمنى البنات بهذا الفيديو هذا والفيديو السابق نكون أعطتكم هكا كاقتراح يعني من نفس العاجين نعملوا ججد الأشياء وكنتمنى اللي ما زال ما شفتشي الفيديو ديال اللي مسمى المعمر ومورق ترجع تشوفوا هو هذا المسمى اللي حضرت في الفيديو السابق بنفس العجينة نتمنى اللي أول مرة تشوف القناة عجبتها عجبها المحتوى ديالها تشترك معنا بش نكبروها كتر وكتر دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء